مملكة البحرين مملكة البحرين وتنسجم هذه المذكرة الطموحة مع رغبة كلا المملكتين الشقيقتين في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما وتعكس المساعي الجادة والصادقة لتطوير سبل التعاون في مجال السياحة وتتضمن المذكرة العديدة من البنود التي تنتقل بالتعاون السياحي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إلى فضاءات أرحب من العمل المشترك وتنص مذكرة التفاهم على توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة والبرامج السياحية في كلا البلدين وتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في استقطاب المزيد من السياح وتنشيط القطاعات السياحية المتخصصة وإطلاق وجهات سياحية مشتركة من خلال التعاون مع الوكالات السياحية ومنظمية الرحلات السياحية الإقليميين والدوليين طبعا هذه الاتفاقية من شأنها أن هي تروج لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية واحدة تم إعداد خطة تسويقية شاملة في هذا المجال وتم أيضا إشراك القطاع الخاص في الترويج للبلدين كوجهة سياحية واحدة طبعا من أهم الأهداف لهذه الاتفاقية أن نضع مملكة البحرين وأيضا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية الاتفاقية ستصلت الضوء على مجالات عديدة من أهمها التدريب والتطوير للعناصر البشرية الاستثمار في التكنولوجيا في قطاع السياحة وتطوير برامج تسويقية مشتركة لتعريف أي سائح يجي من دول العالم بثقافة المنطقة سواء في المملكة العربية السعودية أو البحرين وهذا يعزز وينمي ويثري تجربة الساعح والزاعر للمنطقة ترجمة نانسي قنقر